اشتركوا في القناة المشاعر وإدارة الانفعال غير ما نتكلم على موضوع الغدد والهرمونات ودورها في تنظيم الانفعال وإدارة المشاعر بتاعي وطبعاً أهل التخصص هم اللي يفيدون عن دور الهرمونات دي ودور الغدد دي في إفراز هذه الهرمونات وتنظيمها للمشاعر بتاعتنا والانفعال وللمزاج واعتلال المزاج والنهاردة معانا الأستاذ الدكتور أحمد السيد محمود استشاري البطن العامة أخصائي الغدد الصماء والسكر وهيكلمنا النهاردة عن دور الهرمونات واعتلال المزاج وإزاي إحنا نقدر نحسن حالتنا المزاجية وإيه هي الأمور اللي نقدر نعملها في حالتنا المزاجية وكلام كتير جداً 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 عن المزاج وعن اعتلال المزاج مع دكتور أحمد السيد استشاري البطن العامة دكتور أحمد السيد يا حضارك الحمد لله على السلام أهلا وسلمك مولت برنامج الصحة والجمال الله يكرمك أهلاً بك دكتور أحمد المزاج المزاج ده موضوع مهم جداً المزاج ده بيتوقف عليه أداء الجسم كله آه ايه ايه بقى من الشغل للجنس آه ايه ايه حكاية المزاج واعتلال المزاجية يعني اعتلال المزاجية دكتور أحمد اعتلال المزاج ده إن انت تبقى حاسس إن انت يعني مش مش في الفورمة من الآخر آه في كل حاجة ولو اسباب طبعا مش لوحده كده بس هو السبب الرئيسي بتاعه امنون لغاية دلوقتي الطب لسه مغلقه لسه مغلقه لسه مغلقه لسه مغلقه ايه سبب ايه سبب او اعتلال المزاج اللي هو الكلام الداريجي طبعا في الجسم فيه هرمون السعادة اللي هو السليتونين وهرمون المتع اللي هو الدوبامين وفيه هرمونين بيتفرزوا من المخ اندورفن وانكفلين وفيه هرمون بيتفرزوا الملاتونين الغدة اللي هي السنوبرية السنوبرية بالضبط اللي هي في الهرمون المزاج ده حاجة كده يعني تقدر تقول نابع من حاجات كتير نابع من حاجات كتير طيب يعني الحالات العامة نبق من اولها اه اه ناخد فكرة طبعا القرب من الله اه الوزع الديني الوزع الديني الصلاة بالذات والمعامنة الطيبة زي ما ممكن نصلي صلاة القابلة بيومك حلو انت بتفرغ كل الشرحات السلبية ده فعلا في الارض ده العلماء الاجانب هم اللي قالوا كده بشه اه وده مذكور من زمان اوي انا بلاحز حاجة من زمان اوي من قبل ما اشتغل يعني من قبل ما اخش للممارسة الطب اه الناس اللي هي الاصحاب قوي يا رياضيين يا ناس قريبين لربنا فعلا الناس دي ما بيجيلهاش اي امراض غريبة صعب جدا نادر الوجود اي امراض وبالذات الديبريشن او الاجتعاب اعتلي المزاج واعتلي المزاج ده ليه دور في الامراض النفسية دكتور احمد طبعا ازاي الاسترس الاسترس اه دي يخلي مودك وحش طول الوقت اه المخدرات ليه بقى ليه لان انت جسمك اصلا كده كده بيتفرز في مخدرات طبيعية اه انت بتاخد المخدرات دي بمبره يعني المخ فعلا بيفرز افيون وحشيش اه طبعا اما انت لقدر اللي لما يجيلك اي بين اي قلم اه اه مخدر في مخدر عندك جوه رباني اه انت منعت الرباني ده بترفع مستوياته عن طريق الطاقة فلن الاسف وقف طب بيحصل جابا انت بتاخد حاجة مؤقتة اه اللي رباني ده شكالة 24 ساعة انت بتاخد حاجة مؤقتة تعيشك ساعة ساعتين وبعد كده بتلاقيك المزاج بيضطر بقى بيحلع انا اعرف ناس بيشربوا مخدرات عشان اه هو كتبه يقولك هي دي اللي بتاعد المزاج هي دي اللي بتاعد المزاج بس اه سبحان الله سبحان الله سبحان الله هلاقيه اتعس خال الله فعلا اه بيتطر بالمزاج وبيبقى معتله اه وفلس وغضب من ربنا صحيح اه وشكل المزاج المعتله بيبقى شكله ازاي دكتور رحمد المزاج المعتدل المعتدل احنا عايزين بقى نتكلم عن المعتدل ازاي المعتدل اه المعتدل ده هتلاقيه اه ما بيقديش في شغله اه نايم كتير بيأكل كتير مشاكل عائلية مشاكل عائلية الشهية زايدة او قلة او قلة بس غالي ما بتبقى زايدة غالي ما بتبقى زايدة اه هتلاقيه بعيد عن الناس اه مش عاوز يرد على حد اه بيتجيلوا تليفونات من الناس بيحبوهم وبيعبوهم هو مش عاوز يكلمهم اه اه بيبقى في حالة مزاجية اه اه بره الموت بره الحياة اه طيب احنا ازاي نحافظ ده في السيفيل دي بريشا في السيفيل دي بريشا اه الاكتهاب اللي هو الشديد في حاجات بقى معانا ممكن نعملها لتحسين المزاج اه ازاي ايا دكتور رحمة اه يعني ممكن نقدر مثلا نتمشى نمال السوياضة اه اه الشوكاراتة اه وكاكاو مشروب الكاكاو اه 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 بسم الله الرحمن الرحيم ممكن تاني برضو اه لو بقى فشلت نالجة العقاقية اه ومتالي بنسبة كبيرة بنالجة الرياضة بتزود افراز هرمون الاندورفن والانكفن اللي هما زي قولنا في اول الحلقة هرمون السعادة اه بيزودوا افرازهم الرياضة ولو ماشي حتى يوميا كل يوم نص ساعة من مدة خمس ايام في الاسبوع طب دي رياضة في حد ذاتك والقرب من الناس بتحبون يا دكتور احمد اه طبعا بس احنا في زمن يعني والمودة والرحمة كله الاهل والصحابة اه ده درج يعني ايه نقول يا رب كلنا بدول يا رب بس ربنا بدي الاسباب اه لو اه الحاجات دي تفشلت نرجى بقى السيكاتريست دكتورنا نفسي نفسي سيكاتريست يكتب حاجات بسيطة يعني كله بيعدي كله بيعدي اه طيب احنا النهاردة يعني بنتكلم عن المزاج وتكلمنا عن ازاي المزاج المعتل اه واتكلمنا ازاي نحسن مزاجنا وازاي نرفع هرمون السعادة طب دور المخدرات انت حضارك ديتنا فكرة سريعة كده ممكن نتعمق فيها شوية دور المخدرات حضارك قلت ان المخ بيفرز افيون وحشيش على كلام حضرتك وان البناء ادب عن طريق التعاطي بيرفع المستويات دي فالمخ بيتوقف عن افرازها زينا ايو الجهاز العصبي بيكون الشكل ايه وبيحتاج ايه هذا الشخص اللي هو تعاطي هل ده ادمان مصحة او يتعامل مع دكتور ادمان باقي باقي اه ممكن مش لازم يخش مصحة ممكن الاراضة والاراضة دي فكرة الاراضة هي والدعم الاهل الاراضة الاراضة من جواه تكون نبع من جواه ان هو عاودي بات طب اه لان المخدرات دي سيادتك معاك يا دكتور هي سبب اصلا تقريبا اكتر من تسعين في المية من النساء بالطلاق في مصر حاليا بلدهم الحبيبة مصر اه اه وسبب تقريبا مية في المية من الجرية المخدرات اه اللي هو بيبقى الشخص تحت اثيرها ومش في وعيه بيعمل ايه طبعا وممكن يرمي تقيا من طلاق لا وممكن يقتل عشان شمت بودرة او ايس او ايس اه 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 احنا ننصح شبابنا ان هما ما اقربوش لهذا الموضوع اه لان دي حاجة مدمرة انت بتدمر نفسك وبتدمر اسرتك بتدمر عيالك وبتدمر اه اه تاريخك طب ايه رأيك في الشباب الصغير اللي بيقف على نصي او في وسط الاصحاب او انا عاوز اتكلم على حاجة فيه مشروب اسمه استينج استينج اه استينج مشروبات طاقة اه مشروبات طاقة انا شفت حالة قريب من قيمة شهر في معهد ناصر بيشرب استينج كتير ازا استينج على قليل في اليوم جاي خلاص ما بين الحياة والموت اكسم بالله اكسم بالله انا ننصحش المشروبات زي كده معاية القلب وكده وصوم متاع بيحتاج سموم ممكن كمان لقد الله يجي يحتاج وقت لا جلطة في القلب كما يعمل جلطات في القلب من هزي المشروبات الطاقة اه صديقه ليه سوداني بتحزج من هزي المشروبات اه هما بيستخدموها 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 في تحسين المزاج المشروبات الطاقة دي كمان بيفكرون انها حاجة بده بتحسن المزاج اه لا حاجة بتحذر منها خطيرة جدا جدا شاب صغير ده دكتور احمد اللي شوق كان سبعتاشرة تمنتاشرة سنة ما هي الشباب بتحب تشرب الحاجات دي اه بس كان بيشرابوا كتير سعالتوا بتشرب استينج قال لي اه طيب وبالنسبة للشباب بده اللي هو ستتاشرة سبعتاشرة السنة ده اما يحب يحسن مزاجه ويلجأ لسجارة مخدرات زي الايس او الحشيشة او البنجو تنصحه بايه عشان يحسن مزاجه الشاب الصغير ده نعم معي ايه عشان ما يلجأش فتح سهل يعني ننصحه بان هو يبتدي يمارس في بياضة في سنه صغير يشترك في نادي اه اكيد الفراغ ده قاتل اه الفراغ قاتل بالزبط منسجوش اشغل وقتك اه الشاب صغير ده نعلمه ازاي يشغل وقت ده الالاية والبياضة طبعاً طبعاً ودور الاهل يعشاء ان الشباب ده ما تقربش بالصورة دي يا دكتور يشتغل حتى لو عندك وقت فضي اشتغل أي شغلان حتى لو حاجة كده اه تشغل وقت فراغك حتى لو بعمل اي عمل اي عمل شريف اي عمل شريف هتضيع فيه وقت وهتلاقي فيه نفسك وهتغني أموال ويكون في الوقت ما فيهش فراغ لأن الفراغ الوضع قاتل ومدمع وبالذات للشباب الصغير طيب إحنا عشان نرفع بقى هرمونات السعادة اللي حضارك اديتنا فكرة عنها قلت حضارك رياضة قلت الفكهة الشوكولاتة طب لما إحنا يعني أنا كشخص وأخش مثلا على أخ لي أو مرافق لي والصلاة دا للشخص نفسه طب أنا عايز أتكلم عن الأهل والمحيطين والمرافقين بالشخص إزاي يتصرفوا لما يلاحظوا إن شخص دا طول الوقت مودوا وحش يحنوا عليه إزاي ادينا فكرة كده يعني يتطب يعني يتكلموا طب ولو بيرفض الشخص دا يتصرفوا إزاي مش هيرفض لأنه بيبقى محتاج دعم خبيب نفسي أو دعم حتى حبيب مش هيرفض والحبيب دول الأهل إلا بقى لو صدمة عطفية بقى مش هيرضع يقول دا موضوع تاني دا موضوع تاني موضوع تاني الصدمة العطفية موضوع تاني طيب حضرتك بتنصح الشباب بتنصح الشباب بملء وقت الفراغ اللي بتعاد عن المخدرات طبع تحسين المزاج ممكن برياضة أيو مش كده أيو ممكن بعمل أيو أيو عندك أنواع أكل زي الشوكولاتة الغمأة والكاكاو أيو مش كده تمام طيب في الحالات اللي هي أنا دلوقتي عندي مشاكل كتير قوي يتوجه لدكتور نفسي مشاكل عادية إحنا بنتكلم عن الأسوياء اللي هو إزاي أن إحنا أخرج من مرحلة اعتلال المزاج لإعتدال المزاج إزاي حافظ يعني إحنا كلنا من قبل المشاكل أنا النهاردة ماشي في الشارع حصلت لي مشكلة شخصة قال لي كلمة دايقتني آآ موقف الشغل الزميل اللي قال الموقف دايق التجاهل التسامح عدم المعاملة بالمثل عدم الانتظار عدم انتظار شكري من أحد مراعاة الله في السر والعالم يعني زي ما قال رسول زي ما أريد رسول عليه السلام ما قال لك إيه والتمس لأخيك سبعين عوضل سبعين عوضل يعني أنا أتسامح آآ حتى لو حد أخطأ في حد ما عملش حد بالمثل ما عملش طب إذاك في السوش الأصدقاء الأخيار آآ طيبين الكويسين اللي على شكل في واحد هيدلك على الصح وفي واحد هيدلك على المخدرات آآ وهيخليك تشرب أصدقاء السوق الصاحب صاحب الصاحب صاحب آآ يعني أنا كدور أهل في شاب مراهق إن أنا بقدر يبعيني على أصحابه طبعا الأب والأم الأم عامل كبير جدا بزاك في السن الصغير بزاك في السن الصغير ما نشبع لشي نشبع عليه صحيح صحيح طيب أنت يعني ساعدتك إحنا أتكلمنا زي ما قلنا التسامح والتجاهل ووصير الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام فإن إحنا آآ نحافظ على اعتدال المزاج آآ تمام طيب أنا النهاردة آآ آآ برضو بقابل مشاكل بقابل ومزاج بيعتل وبرجع يتعدل تاني آآ آآ رأي ما عليك آآ آآ لحظة أنا كنت عاوز أقول حاجة آآ طفضل الاكتئاب بيسبب كمان قلق وتوتر ولت النوم عدم استقرار النوم آآ والنوم المتوقع أو النوم الكتير الغير إيه مثمر يعني أنت تصحى من النوم من هين بقى لك 16 ساعة ول 15 ساعة بس حيث أنت ملنتش أنت مخمد أصلا جسمك مقصر آآ ده برضو الاكتئاب يؤدي لذلك آآ آآ برضو من سبب اعتلال المزاج الهايبوثيروديرزم اللي هو دور الغدد 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 دور الغدد كسل الغدد الدرقية آآ من أهم أسباب اعتلال المزاج إنه هو كسل الغدد آآ بيبقى عندهم دي بريشا يعني برضو بيبقى فيه علاجها هي تضبط علاجها بحيث أن هيرمون تي ثري و تي فور و تي س اتش يبقوا في وذين نورمل آآ وذين يعني على قد ما ما نقدر تاخد طبعا هو العقار آآ مية مثلا المهم آآ يعني فيه أدوية بتحسن آآ وظائف الغدد دي آآ بس حد زي ده أو حد هو أكتر في فيميلزي في الستات آآ بيبقى تخان شوية آآ غزب عنه آآ المرضى عمل كده طيب بس نقدر إحنا باللايف ستايل موليفكيشن آآ تغيير نمط الحياة آآ أغيير أسافر آآ هروح مصير آآ مهم المصير تعبان فش تقول أنا أشوف غيرها مكان تاني آآ 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 أغيير ناس أماكن آآ أشخاص آآ خروج خروج آآ ما جاءت مركب عن النيل آآ يا ريت آآ والله دكتر رحمة متشرفين بيك جدا جدا طب إحنا يعني دور الهرمونات دي في الانفعال هل دور فعال؟ نعم دور الهرمونات دي في الانفعال رد فعال الشخص وانفعاله هل الدور دور؟ ساعتك في الانفعال آآ اللي هي الغدة النخمية بتفرز هرمون يروح للغدة القذرية اللي هي الغدة الفوق والكلوية الفوق الكلوية يتفرز بقى الأدريالين والنور الأدريالين ودي هرمونات اللي هي الـ اه اللي هي تفرز في الاسترس يعني لو حد اللي هي من الآخر الحيوانات بتشمها آآ لو مثلا لو شاف فار بنت شافت فار في كلب بلدي يجي جنبك يجي جنبي ما يقرب ليش ما يقرب ليش وفي كلب تاني بلدي هو نفس الكلب يجي جنب طفلي يهربده 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 بس ايه الـ الأدريالين الأدريالين بيتفرز بقى في حالة الاسترس الخوف الآآ التوتر التوتر الآآ بس يعني وبيفرز وصاد النور الأدريالين متهيالي مع بعض عشان يحد من اللي تدين مع بعض بيتفرزوا بيتفرزوا مع بعض لان هو ليه ليه اللي غده الفوق القلوية ليه أعراض تسروجية زي سرعة ضربات القلب طبعا بيزود ضربات القلب والعرق والعضلات بتتخشب كده آآ آآ طيب احنا في حالة وجود اللي هو من الآخر يعني لو شفت أسد إيه اللي هيحصل آآ شو التعبان مثلا انت بقى توصف إيه اللي إيه اللي هيجرارك آآ يعني هنا الهرمونات بتتأثر بالخوف طبعا آآ بتتأثر بالخوف بس الهرمونات في حاجة يعني سبحان الله سبحان الله عز وجل سبحان الله إفرازها يعني بيتفاوت ما بين بشر وبشر مش كلهم واحد آآ آآ حسب شخصية البناء ده مدون آآ في واحد كده بتحس من يومه ان هو إفورق آآ منتشي يعني سعيد وفي واحد من يومه مكتئب مكتئب أو مزاجه معتل شخصية آآ شخصية بس طبعا الظروف الخارجية بتأثر كتير آآ الظروف الخارجية بتأثر كتير يعني الظروف الخارجية زي الاسترس زي ما حالك قلت آآ طب ازينا يعني ازاي احنا طبعا هو السايكاتري سيقول لنا ازاي نفرغ الاسترس والكلام ده كله بس حضارك بتنوه عن ان الرياضة آآ اشغال وقت الفراغ بالنسبة للشغال الصغير تمام القراءة والقراءة القراءة غذاء العقل غذاء للعقل القراءة اي قراءة والدعم الاهم لو جورنال اه عوالله وعلى فكرة القراءة نفسها لو انت عندك توتر وقال او مش جايلك نوم القراءة او المشي هيخليك تنامي ياه اتسب الله انا بتكلم عن نفسي حصل ده معايا طب يعني تمشي شوية كده هتطلع تنام نوم معميل طب واي رأي ما عليك او تقرأ نص ساعة ربع ساعة في اي حاجة اي حاجة طب واي رأي ما عليك الناس اللي بتمسك مسلا الموبايل وتقرأ منه او مش مشكلة او تقرأ من كتاب افضل هتفضل انت بش مشكلة المهم القراءة بالعكس الموبايل يعني سهل كتير مر موبايل مر يعني سهل اه بالضبط سهل مرئيزي مرئيزي صح يعني القراءة قبل لو فيه قلق في النوم او توتر القراءة قبلها عشر ديار ربع ساعة تمام بالنسبة للتحسين المزاج احنا قلنا الماشي ورياضة وموضوع الاكل اللي هو الشوكولاتة والمجا بالشرط الشوكولاتة بالذات يعني فيه برضو حاجات تانية اللحوم السلمون اه اللحوم والسلمون الاسمك الاسمك ده الاسمك ده انا عايز بس حالات تنوم كده في ديئتين كده الوقت اللي فضلنا عن دور الاهل بس تقول لنا يعملوا الى ان فيه اهل ما بتبقاش عارفة ايه اللي يحصل يعني ما تشوف شاب منعزل مكتائب قاعد في القوضة طول واحدة يقول لك سيبوا الواحدة وسيبوا في حاله هو يبقى كويس يعني تدينا بصروا جده كده في برشامة عن دور الاهل بصورة ايجابية تجاه الشخص التشجيع التشجيع في التجاه ده اهم حاجة التشجيع وعدم التجاه اهم حاجة اهم دعم للأهل التشجيع لانه يخرج من الحالة دي التشجيع باي حاجة بشكولاتي الكلمة حلوة بالضبط الكلمة الطيبة صدقة التشجيع وايه تانى ạ حد منى و مش هسيبه بقى اه و دور الشخص نفسه انى هو ايه ارادة يتسامح والارادة والتجاهل يلعب رياضة والعب الرياضة الإرادة والرياضة والمصد رواية والله يا دكتور رحمة إحنا سعيدنا بك جداً النهاردة وقدي إحنا استفادنا جداً بالمعلومات الشريكة الداسمة الجميلة دي وتوعدنا إن شاء الله بقرأت بحلقة تانية برضو بإذن الله نتكلم برضو عن تخصص بعمقه أكتر نعرف إن تدتنا فكرة كده وإحنا تعبناك كان عاكف أن إحنا أسقلنا عليك دايماً يا رب بصحة وعافية ونشوف حضرك دايماً بالخير وعام فيها عزيزي المشاهدين شرفتونا النهاردة بحلقة جديدة من حلقات سلامتك وإن شاء الله الأسبوع الجاي يكون برضو معنا موضوع مهم ومسمر ويفيد مشاهدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم